وفي الكويت يواصل المصريون التوفد على مقار اللجان الفرعية للإدلاء بأصواتهم مع افتتاح مقار اللجان الفرعية في التاسعة صباحا وقام سفير مصر بالكويت ورئيسه اللجنة الانتخابية بالتعاون مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية من داخل المقر الانتخابية بالإشراف والتأكيد على وجود كافة تسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في أول يوم من أعمال التصويت ترجمة نانسي قنقر